اشتركوا في القناة لانتخاب مجلس ادارة جديد انتو عارفين انو الانعقاد بيبقى على يوميا 25 و 26 25 بيبقى صحة الانعقاد القانونية انو لازم ان يحضر نصف عدد الاعضاء زائد واحد نصف عدد الاعضاء اللي يوم حق التصويت احنا النهاردة بنتكلم في 180 الف عضو لهم حق التصويت اللي هم المسددين للاشتراك الاخير فبالتالي عمليا بيصعب بدرجة كبيرة جدا انو يحضر 90 الف زائد واحد كمان للانعقاد الاول فبالتالي بيكون الاقرب قانونا او الاقرب عمليا الانعقاد التاني اللي هيكون يوم الجمعة 26 نوفمبر بحضور 5000 عضو او 10% ايهما اقل فبتبقى الانعقاد المؤكد باذن لا يكتمل النصاب القانوني يوم الجمعة علشان ينتخب اعضاء الجمعية العمومية للنادي مجلس ادارة جديد يستمر في ادارة النادي لاربع سنوات قادمة النادي النهاردة اخد كل الاجراءات والترتيبات اللازمة لتسهيل حضور السادة الاعضاء تم التجديد على انو العضو ودي نقطة مهمة جدا من الناحية القانونية العضو لن يسمح ليه بالتسجيل والادلاء بصوته الا اللي معاها كرنيه النادي وبطاقة الرقم القومي تاني الاثنين مع بعض كرنيه النادي وبطاقة الرقم القومي اللي معاها الكرنيه الوحده مش هيصوت لازم ان اثبات الشخصية اللي اتدل على الشخص نفسه بطاقة الرقم القومي ولا يعتد ايضا باي اثبات اخر يعني حد جاي معاها جواز السفر حد جاي معاها رخصة القيادة رخصة السلاح كل الحاجات دي في اثباتات الهوية كان متخص بها قبل كده لكنه اللجنة القانونية او القضائية المختصة بالاشراف على الانتخابات من هيئة قضايا الدولة تجديدها على نحية الاشتراط اللازم كرنيه العضوية زائد بطاقة الرقم القومي دي نقطة مهمة جدا جدا يريدت السادة الاعضاء يرعوها بالاضافة الى كل بقى الترتيبات اللوجستية الكافية اللي اتخذتها اللجنة التنفيذية او لدارة التنفيذية للنادي من تسهيل الحضور عبر حفلات تقل الاعضاء كل نصف ساعة هيتحرك اوتوبيس من الشيخ زايد او من مدينة ناصر لنقل الاعضاء لمقر النادي في الجزيرة بالاضافة الى اتخاذ كل التدابير بقى والاجراءات الاحترازية الكافية لتسهيل عمليات الاقتراع روعية طبعا في الخيمة الانتخابية اللي تم اعدادها والانتهاء منها بشكل كامل لاستقبال السادة الاعضاء توفير كل اساليب الراحة واليسر والسهولة والسلاسة في الدخول والخروج من وإلى مكان الاقتراع زيادة عدد دي الخيمة الانتخابية اللي هتستقبل اعضاء الجمعية العمومية زادت المساحة بتاعتها زادت عدد اللجان منافذ الدخول والخروج كمان بر الخيمة هتبقى فيه لجان مساعدة استشارية بحيث ان العود لو عايز يستفسر على اي شيء قبل ما يدخل يقدر يستفسر من اللجنة المساعدة الموجودة خارج مقر الاقتراع مع تسهيل كل الإجراءات بقى في راكن السيارات تم الاتفاق واستئجار كل صحات الانتظار الخاصة المحيطة حوالين النادي سواء في الأبرة أو في نادي المعلمين مستشفى المعلمين أو جراش المحافظة بالإضافة إلى جراش عمر مكرم في ميدان التحرير وجراش ميدان التحرير وتم الاتفاق أيضا على تخصيص حفلات من ميدان التحرير لنقل السادة الأعضاء إلى مقر النادي كمان تم الاتفاق على وجود عدد كافي من سيارات الجولف لنقل الأعضاء من كبار السن من على بوابات النادي لغاية مكان الاقتراع والعودة بيهم مع تقديم كل التسهيلات اللي بتيسر إجراء العملية الانتخابية النادي الآلي اعتاد على وعي جمعيته العمومية اعتاد على إيجابية الجمعية العمومية دايما وأبدا الجمعية العمومية للنادي الآلي مضرب الأمثال سواء في الالتزام أو في الإيجابية أو في وعي الحضور حضور الجمعية العمومية في الانتخابات الماضية زادت عن 37 ألف وده كان رقم كبير جدا فإن شاء الله الجمعية هذه المرة تصل إلى هذا العدد ويزيد عشان العضو يمارس حقه ويقول كلمته ويختار من يمثله في إدارة النادي لأربع سنوات قادمة الآن ينتخب من خلال قناة النادي أكيد حضراتكم تابعتونا منذ البداية في استضافة السادة المرشحين تباعا ممن استجابوا لمكاتبة الإدارة التنفيذية للنادي في تخصيص استضافة كل عضو من السادة المرشحين يوميا حضر كل من استجاب في الحضور وقدم رؤيته وقدم أفكاره انتهينا من تقديم المرشحين أمس الأول مبارح كان معنا أو بداية فترة الصمت الانتخابي والاكتفاء بقراءة في وعي الجمعية العمومية وتقديم بعض النماذج الأهلوية اللي بنأكد عليها للجمعية العمومية مبارح كان معنا للمهندس عادل القيعي قدم رؤية تاريخية في قراءة على ماضي الجمعية العمومية وما قدمته الجمعية العمومية للنادي الأهلي من دروس كبيرة وكثيرة جدا في مرات الإنعقاد التاريخية السابقة النهاردة بنقدم لكم نموذج أهلاوي ناصع أيضا واحد قدم نفسه للجمعية العمومية عام 2000 تحت السن شاب سباح بطل شافت الجمعية العمومية فيه قدر هائل وهائل من السقة منحطه سقتها بقعدوا مجلس إدارة تحت السن في عام 2000 إبان مجلس الراحل العظيم كابتن صالح سليم كابتن صالح توفى في 2002 واستمر مجلسه لغاية 2004 وبقي الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة تحت السن وقتها من 2000 لغاية انتهاء الدورة في 2004 ثم غاب على مجلس الإدارة فترة وعاود الظهور مرة أخرى مع مجلس المهندس محمود طهر في 2014 فنال ثقة كبيرة من الجمعية العمومية لكن لما حدثت ما حدثت أو ما حدث داخل المجلس الإدارة السابق وحل المجلس واتجاه الجهة الإدارية لتعيين مجلس كان للأستاذ إبراهيم الكفراوي موقف واضح وسابت في اتجاه رفض النادي الأهلي لفكرة فرض مجلس معين على النادي وأخذ موقف عشان كده ما كانش مستغرب جدا ولا جديد على الأستاذ إبراهيم الكفراوي لما كابتن محمود الخطيب شاف وضع القايمة اللي حينزل بها الانتخابات الجاية إنه الأستاذ إبراهيم الكفراوي أدى دوره في هذا الاتجاه وربما الكابتن الخطيب له رؤية أخرى فيما هو قادم بالنسبة للأستاذ إبراهيم الكفراوي لما خلت قائمة المرشحين من اسم إبراهيم الكفراوي كان أول واحد موجود بيدعم زميله وبيساند المرشحين لمجلس الإدارة وبيقدم كله جهوده وأفكاره هو الأستاذ إبراهيم الكفراوي دون أي غضادة عشان يأكد كل هذه المواقف السابقة المتراكمة على أنه فعلا نموذك أهلاوي يستحق التحية كما يستحق الاستضافة اليوم عشان نتعرف على الكثير من أراء وأفكار الأستاذ إبراهيم الكفراوي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما أبتلكوا قبل الفاصل بعد الانتهاء من عرض أفكار وأراء وبرامج السادة المرشحين كان لابد من تخصيص هذه الأيام في فترة الصمت الانتخابي لعرض نمازج أهلوية نصعة نمازج أهلوية بتمثل قيمة معينة في أداءها في قيمتها في علاقتها بالنادي وأيضا لديها من الرأي والرؤية والفكر أنها تقدر تعرف المشهد الانتخابي ومشهد وعي الجمعية العمومية سعيا وراء الحفاظ على قيمة الجمعية العمومية للنادي الآلي ومحاولة لقراءة أسباب هذا الوعي التاريخي للجمعية العمومية للنادي الآلي للحفاظ على هذه القيمة فما كان ينفع يكون معنا من هو أنصع وأفضل من الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة حتى الآن أستاذ إبراهيم أهلا بيك أهلا بيك أستاذ إبراهيم وأهلا بحضرتك أهلا بكم نميع مشاهدينك أهلا بجميع السادة الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية اللي بيتابعونا وأشكرك على المقدمة الجميلة دي يعني فوق ما الواحد يستحقه بكير قد تخيرك أشكرك كابت الخطيب في الندوية والانتخابية الأخيرة كابت محمود الخطيب كمرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي حرص على توجيه الشكر والتحية لاثنين أو ثلاثة من النماذج اللي موجودة في مجلس الإدارة القائم حتى الآن المستمرة وليتوا حتى مساء الجمعة إن شاء الله كم منكم الأستاذ إبراهيم الكفراوي بتقدير كبير الحقيقة دماما أشكره يعني أشكره وسمعت الندوة بتاعت الشيخة زايد للأسف ما قدرتش أحضرها حضرت ندوة مدينة نصر ويعني السناء اللي قاله الكابت المحمود والكلام اللي قاله أكتر من الواحد يستحقه بكتير والواحد حس الحمد لله إن رئيس مجلس الإدارة اللي عمل معاه حس بالمجهود وحس بالشغل اللي اتعمل وبشكره جداً وبتمنى له التوفيق في الانتخابات القادمة وبتمنى يا رب الاختيار للأفضل دايماً للنادي الأهلي وربنا يوفقه المجموعة اللي اختارها بإذن الله في الانتخابات أولاً وبعد كده في إدارة مصاري النادي اللي أربع سنين الجايين إن شاء الله كلنا نعرف الأستاذ إبراهيم الكفراوي قضو مجلس الإدارة تحت السن من دورة 2000 لكن مؤكد إن العلاقة مع الأهلي قبل كده بكتير بدأت إزاي؟ العلاقة مع الأهلي بدأ من وانا طفل صغير سنة 76 أنا دخل في النادي الأهلي مع أسرتي يمكن كان الله رحمه كابتن سيد صادق هو كان جرنة طبعاً كان من أبطال السباحة وهو اللي عمل لنا الاشتراك وجاب والدي والديتي وعمل لنا الاشتراك ومن ساعتها بدأت العلاقة مع النادي الأهلي وما انقطعتش أبداً لأنها دايماً بتبع علاقة اللي بيدخل النادي الأهلي بتبع علاقة أبدية مع النادي الأهلي من 76 طبعاً مارست الرياضة اتجهت للسباحة وحبيتها أكتر لعبت سباحة في فرق النادي المختلفة مثلت النادي في بطولات محلية وبطولات دولية برى مصر في سن 15 سنة كانت فرصة برضو كنت بلعب في المدرسة بجري وكسبت بطولات مع المدرسة ودي من مميزات الرياضة المدرسية طبعاً فاتجهت الألعاب القوة ولعبت في فرقة النادي الألعاب القوة وكنت صاحب رقم مصر في 800 و 1500 في الجاري الناشئين لكن جت في سن 18 سنة حصل حاجة غريبة جداً كان فيه المهندس مصطفى عبيد الله يرحمه من أفضل الإداريين اللي كانوا جايهم في تاريخ النادي الأهلي جاي لي وقال لي أنا شايف فيك إداري كويس مش عايز تبطل رياضة وتيجي تبقى إداري أنا كنت دايماً وأنا طفل صغير وسفريات في كل حاجة أنا بقعد أن أنظم للفرقة والزملائي وكده فالموضوع كان مستهويني جداً وكنت بروح وبقى أحضر البطولات وأكتب وأعمل فابتدت إداري السباحة صغير جداً في سن 18 سنة ويمكن كنت أصغر إداري في تاريخ النادي الأهلي في السن ده في وقتها يعني وبدأت عدت اشتغلت إداري لفترة وإلى الحد سنة 96 كابتن محرم الراغب تولى الإشراف على فرق ألعاب الماء وبعدين اشتغلنا مع بعض سنة وقال لي أنا شافت أنت كويس قوي وشغلك كويس ومن خلال التسكية بتاعته ومن خلال مساندة كابتن محرم ليا اتبقيت مدير إداري فرق ألعاب الماء في سن 25 سنة ماشاء الله ويمكن كنت أصغر مدير إداري في كنت تتخرجت من فتصاد وعلم سياسية كنت لسه متخرج كنت لسه متخرج بالضبط كنت كان بقى لي سنة سنة ونص تقريبا وكان طالب المدير كنت بالضبط وكابتن محرم كان دايما مؤمن بالكوادر ومؤمن بيقاف مع الناس لأنه هو خريج مدرسة الأهلي تحت السن فباصص فبالضبط كده فسندني في أن أنا بقى مدير إداري وحتى الناس قالوا له سنه صغير قوي قال لهم ويعني ما عندنا عضا مجلس الدرس صغيرين برد واشتغلت مع كابتن محرم من 4 سنين دول وفي سنة 2000 استأذنته وقلت له كابتن محرم فيه انتخابات أنا حاسس أنه ممكن يبقى ليه فرصة أنه أنزل الانتخابات دي قال لي أنت وأنت أم تافد ماري أنا كنت أم تافد بالخط الإداري من وانا صغير بس فيه فيه أعراف الندي الأهلي بنمشي عليها وبنستأذن وبنشوف اللي أكبر مننا وبنقول لهم لأنه هو لو ساعتها قال لي لا أنا محتاجك في فرقة السباحة أكثر كنت حاستنى وحيبقى فيه فرصة بعديها بالأمانة هو تولى الموضوع وفجأت أنه هو واخد المبادرة وراح واتكلم مع كابتن صالح ومع المجموعة الموجودة قال لهم الولد ده بقى له 10 سنين بيشتغل وعنده خبرات إدارية مترقمة وكان مساندني لحد ما ربنا وفقني ونجحت في انتخابات 2000 ويمكن كنت من سعداء الحظ اللي يشتغلوا فترة للأسف كانت قسيرة مع كابتن صالح سنة ونص شوف أنا دي عايز أقف معاها بالتحديد معاك لأنه ممكن يا جماعة يكون الأستاذ بريم الكافراوي الوحيد في المجموعة اللي موجودة اللي حظي بسيقة آخر أربع رؤساء للنادي لالة على التوالي يعني بدأ مع كابتن صالح تحت السن كمل مع الكابتن حسن حمدي الدورة لغاية 2004 عاد لعضوية مجلس الإدارة مع المهندس محمود طاهر الاستقال في وقت الاستقالات رجع دخل مع الكابتن محمود الخطيب من البداية فالوحيد اللي عمل مع أربع رؤساء للنادي اللي هم آخر أربع رؤساء على التوالي تقريباً الأستاذ العمري دخل معك تحت السن لكنه ما اشتغلش مع المهندس محمود طاهر لا ما كانش موجود هو ثلاثة وينت أربعة أقول دكتور هشام العمري اللي كان معنا بالضبط بالضبط فأنت اشتغلت أو زملت الأربع رؤساء داخل مجلس الإدارة دي حقيقة حنوقف مع كابتن صالح حكي لي بقى بداية الفكرة معاه والعلاقة به وتجربة تحت السن كانت عاملة إيه هو كان فيه تجربة قبل كده مع كابتن صالح وحركة عارف يعني إيه كابتن صالح والناس كانت بتخاف من كابتن صالح جداً كان فيه عندنا حصل مشكلة بشكل ما في السباحة بدون دخول في التفاصيل والناس كلها قالت لي فيه إيه مجلس الإدارة مقلوق وكابتن صالح بيقول من الإدارة المسؤول عن الموضوع ده والكلام ده كله المهم قلتهم طب أنا عايزة قابله قالوا لي قابل صالح سليم كنت تجننت فقلتهم أيوة أنا عايزة قابله واشرح لوجهة نظري وعبر إيه الغلطة اللي حصلت فالمهم محدش يعني ردي يتصد ففضلت واقف قدام عند باب النادي مستنيه حاجة بتاعت نص ساعة أو ساعة تقريباً لحد كابتن صالح ما كان خارج روحت وقابلته بسأل خير كابتن صالح إزاي حضرتك قال لي أهلا وسهلا إزايك وعلى عكس ما الناس كانت تذكر إن كابتن صالح شديد البساطة والتواضع والتواضع جداً وأي حد بيكلمه أو عايز يتكلم معاه كان بيتكلم معاه صحيح فعرفت بنفسي أنا فلان فلاني مدير إداري فرق السباحة أو الكلام ده كله وعرفت إن حضرتك متضايق من الموقف الفناني اللي حصل قال لي أيها بالزبط أنا متضايق منه جداً ما كانشي صح إنه يحصل طب أنا حصل واحد اتنين تلاتة وأنا وجهت نظري كذا والراجل اللي حضرك معترض عليه ده ده كان راجل مهندس وكذا وكذا والسي بي بتاعته اللي قدامي كويسة جداً بحيث إن أنا كان خدته استعنت بيه كون إنه هو طلع وحش ده مش زنبي قال لي لا زنبك يعني إيه زنبك طب ليه قال لي عشان يا فندي حضرك ما بتدرش الحتة اللي تحت بس اللي عندك انت بتدير حواليها جوه وبرا فكان درس إداري مهم جداً إن أنت وانت بتدير أي منظومة طب ما شايف المنظومة دي جوها إيه وحواليها إيه بالزبط فده كان أول تعارف أول لقاء مع كابتن صالح بعد كده دخلنا وقعتنا جوه ساعة سنة ونص قعتنا مع كابتن صالح كرئيس نادي كان ساعتها كابتن حسن حمدي نائب الرئيس والمهندس مراهين معلم أمين سندوق وكان مجلس من أفضل المجلس اللي مرت على تاريخ نادي الأهلي صحيح سنة ونص الواحد تعلم فيهم يعني كان كابتن خطيب عضو مجلس عضو مجلس دار بالزبط تعلمت فيهم لأن كنت بتشتغل مع قمات كبيرة وأسماء كبيرة بالزبط العامري إحنا كنا زملاء وكان لنا شرف أن احنا من الأسباب الرئيسية لتغيير وجهة نظر كابتن صالح نفسه كابتن حسن والمجموعة في فكرة تحت السن لأنهم كانوا شايفون بدليل كادرين كبار شوفوا وصلوا الفين دلوقت الحمد لله الحمد لله يعني اشتغلنا وأعتقد أن احنا قابلينا بلاء حسن بعد كده لم أوفق لفترة وبعدت عن أن أنا أبى داخل منظومة الإدارة في النادي الأهلي لمدة عشر سنين إنما كنت متوجد طبعا أنت بتفضل يعني مدام طلعت من حد بتفضل على الأقل هتفضل في كدر الجمهور ومحبي النادي الأهلي وعضو النادي الأهلي فبتفضل دايما جوه النادي الأهلي إلى أربع سنين دول أرجع لهم تاني أنا اشتغلت سنة ونص مع كابتن صالح وسنتين مع كابتن حسن سنتين ونص مع كابتن حسن وأعتقد أن دول كانوا أهم أربع سنوات اللي بانيت عليهم خبرات كبيرة قوي 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 واستفدت منهم لما رجعت مجلس الإدارة بعد كده في 2014 مع مجلس المهندس محمود طاهر كانت الخبرات اللي اكتبتها هي سبب رئيسي وطريقة اتخاذ القرار وطريقة التفكير في مصلحة النادي الأهلي بدون أي مواقمات وبدون أي أغراض وبدون ما تحسب إيه اللي حييجي على إيه مدام هي في حاجة لمصلحة النادي الأهلي بتاخد القرار البناء عليها طيب يعني المجلسين وراء بعض اللي حد كنت فيهم كل مجلس شاهد يعني 2014 حصل ما حصل مجلس الكابتن صالح مع وفاة الكابتن صالح في صيف 2002 تعاملت انتخابات تكملية وأعيد ترتيب المقاعد بالزبط الكابتن حسن استقال من مقاعد النائب وترشح رئيس المهندس برهيم العلم استقال من أمين السندوق وترشح نائب بالزبط والكابتن الخطيب استقال من العضوية وترشح أمين سندوق بالزبط بالزبط وبقى المجلس فضل زي ما هو بالزبط الجمعية عملت اللي النادي عايزه واللي المجلس عايزه بالزبط هذا الوعي التاريخ وأنا هنا بسأل إبراهيم الكفراوي دارس العلوم السياسية تمام إيه الرؤية الجمعية العمومية للنادي الأهلي في هذا الوعي أجيال كتيرة بتتغير سنوات كتيرة بتمر لكن بيفضل وعي الجمعية العمومية للنادي الأهلي الظاهرة حدك تفسيرك لا الوعي الجمعي ده بيبقى وعي ترقومي والخبرات دي خبرات ترقومية يعني دايما يقولك يعني أنت تقدرش تقول يعني زي مصر لما تيجي تتكلم عن مصر يقولك في الشخصية المصرية دي شخصية مترقمة ألاف السنين نفس القصة الشخصية بتاعت النادي الأهلي أو وعي عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي ده وعي ترقومي انتخابات النادي الأهلي على مر تاريخها السمة اللي هي اللي ما تقدرش تختلف عليها بجميع الانتخابات إن أي واحد بيتطاول أو بيعدي حدود مبادئ وأخلاق النادي الأهلي بيبقى بلا أي شك غير موافق غير موافق وبيبقى يعني الدنيا الناس بتلفزه لأن انت ليك طريقة معينة في النادي الأهلي طريقة في الاختلاف طريقة في إبداء وجه نظرك طريقة في إبداء الرأي والجامعية العمومية بتاخد قرارها عن كده عشان كده عمر الجامعية العمومية ما راح تناحية حد ويقولك ده هجيب حقنا أو ده هجيب صوته عالي أو الكلام ده كله بالعكس الناس دايما بتشوف إن النادي الأهلي دي مظهر معين منظر معين مبادئ وسمات معينة لازم نحفظ عليها فأعتقد إن ده وعي ترقومي وحيفضل وحيفضل يعني إحنا وتوارسنا وحيتوارسوا أولادنا وأعتقد إن الانتخابات الجاية مش هتخرج عن من الإطار ده واللي بعدها وأي انتخابات جاية إن شاء الله عجبني توصيف الشخصية الأهلوية إنه ده ده تراكم اللي خلق مكونات الشخصية الأهلوية آه طبعا آه طبعا حذك خلينا أقف مع الرئيس الأول اللي انت شرفت بالعمل معه كابتن صالح سليم تمام ذكريتك وفكرتك وصورتك واجتماعات كابتن صالح أنت بعد السنين دي كلها بتشوفها إزاي لا طبعا كابتن صالح أنت يعني ترسيخ الجزء من شخصية النادي الأهلي ويعني في حاجات معينة يعني أتذكر قوي أول جلسة وأول حاجة طبعا أنا قعد مرعوب في وسط الناس يعني قامات فطاحل والمجلس ما شاء الله يعني كان حاجة ممتازة يعني وحاجة جميلة ولما كابتن صالح ييجي ويقولك في أول حاجة ألف مبروك يا سادزة وأنا وي 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 لك أنا بس فندية بحاول بفكركم أن حضرك عضو مجلس إدارة جوه القوضة دي بس برا القوضة حضرتك عضو زيك زي أي عضو دي الدرس الأول على فكرة وأقل من أي عضو لأن أي عضو من حقه يعترض ومن حقه يبدي استيهاه أنت مش من حقك لأن أنت اللي بتاخد القرار فحضرتك عضو مجلس إدارة هنا بس ده درس أول درس خدته وأول درس تعلمته على التراويضة مع كابتن صالح بعد كده الكابتن صالح كان مميزة لكن درس كبير يعني حتى دي مقولة مهمة لأنه حتى أعضاء الجمعية العمومية دلوقت مع السادة المرشحين إحنا ليه ما بنشوفكوش إلا أيام الانتخابات لأنه كان كابتن صالح يقولك أنت المفروض ما تشوفنيش أثناء الدورة أنت لازم أنتشوف التنفيذيين إحنا مش تنفيذيين أيوه وده الخلط اللي بعض الأعضاء بيجي عند بعض الأعضاء ما بين دور عضو مجلس الإدارة ودور التنفيذي بالظبط يمكن الناس ده خلط شوية إحنا بنتواجد وإحنا أعضاء وبنيجي لكن زينا زي بقيت الأعضاء أنا من حق أن أنا أدخل أدخل لو عايز مارس رياضتي لو عايز أعد أتغدى أو أتعشى لو عايز ولادي يلعبه أنا زي زي عضو من غير أي مميزات ليا أو لولادي فيما عدا ذلك أنا ما بتدخلش قراراتي أرائي جوة القضة دي جوة قضة النادي الأهلي ودي يعني دايما يعني الناس بتشوف أنها يعني أو بتبصلها بصة كبيرة لأنها يعني ليها قدسيتها وليها هبتها هبتها وليها أهميتها وقرارات تاريخية بتخرج منها عشان كده ليها احترامها دايما اللي الناس بتبصلوا واللي إحنا سواء الناس الموجودة أو اللي جاء إن شاء الله لازم يحافظوا عليه إنت لا ده كمان أنت حدوك قلت درسي تاني مهم إنه عضو المجلس ملوش الحق في بداء أراءه يعني يمتعد من حاجة أو يفرح بحاجة أو يشيد بحاجة لأنه صاحب قرار لا طبعا أولا عضو المجلس حضراك خلينا نقول إيه إن فيه أيا كان القرار اللي اتاخد قرار يتاخد بشأن فرع بشأن فرقة بشأن أي حاجة القرار ده قد يكون أنا موافق عليه جوة المجلس قد أكون ضد القرار لكن لما صوتنا طلع الأغلبية مؤيدة للقرار فالكل مع القرار بخرج برة أنا أول واحد بدفع عن القرار يا جماعة وجهة النظر كذا كذا وإحنا شاكين كذا ما هوش زي ما الناس ما يتقول أصل ده شغل بغبغانات لا ده شغل حفاظ على مكانك وعلى بيتك وعلى النادي الأهلي حضراك لو حضراك بتاخد قرار حضراك وولادك مثلا تشتري حاجة خارجين خروجة حتى أي حاجة مجرد أن الأغلبية عايزة تاخد القرار ده ما بنطلع شيء كل واحد بيقول لا أسانا كنت مش موافق أسانا لا كله موافق وكله مساند للقرار وحتى ما قبل القرار يا سيد براهيم يعني أنا بيحضرني في الاتجاه ده وحدك بتقول أنه عدو المجلس ملوش يعبر عن أراءه العامة فيما يخص النادي وشؤونه بالمطاع أنا مرة تقريبا يمكن في 97 كان هولمن مدير الفن وكان فيه صخط إعلامي كبير وصحفي عليه كابتن صالح يجدد له وقتها قبل ما يجدد له مرة في حوار معه بس قاله أنت رأي حالك في هولمن يا كابتن قال لي مليش رأي رأي جوة فبصت أنا قال لي أنا بتاع كورة أنت حتستغرب أنه أنا أقول لك مليش رأي فيه أنا رأي قرار بالضبط كده أنا رأي قرار بالضبط وده كان درس مهم يعني أنك أنت في سيستم النادي لالي قال لي كان لو قلت دلوقتي أنه مدرب كويس يبقى لازم أن يبقى لأي عاد عاد طربيزها خلاص حتتأثر بالضبط وعلى فكرة هو كان آخر أو لو قلت إن وحش على فكرة ودي من المورسات برد طبعا يعني كابتن صالح كرئيس كان آخر واحد بيتكلم ويبدي رأيه كابتن حسن نفس القصة كابتن محمود المهندس محمود طاهر نفس القصة رؤساء النادي اللي اشتغلوا مع الكابتن صالح اتعلموا القصة دي رئيس النادي آخر واحد بيتكلم عشان ما يأثر بعد ما يسمع الكل عشان ما يأثرش عشان ما يأثرش على الناس فما بالك بالكلام قبل الجلسة وفي قرارات على فكرة اللي الناس ما تعرفوش فيه قرارات كانت بتطلع على عكس هو رئيس صالح وهو كابتن حسن وما بيقبلوش إن حد يعترض عليه بس فده ده 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 المورسات ده اللي الجديد بيتعلمه من اللي موجود فدي من الحاجات الأسسية ومن الحاجات اللي اللي رسخت شخصية النادي الأهلي وشخصية الأهلوية الشخصية الأهلوية ده كلام مهم جدا عن مكونات الشخصية الأهلوية اللي أكيد فيها الكثير من الثراء اللي أهنأشه مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي أهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين ومستمتعين مع حضراتكم مع ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حتى الآن وغير المرشح للانتخابات الجاية عشان كده كان من المهم يكون معنا في هذه القراءة لهذا المشهد الانتخابي في وعي الجمعية العمومية وحداك أشرت إلى ما وصفته بشخصية الأهلي كعامل مؤثر في الحفاظ على تقاليد النادي مع كل نعقاد للجمعية العمومية اتكلمنا على الكابتن صالح وإزاي كان بيدير وإزاي كان بيأكد على سوابة النادي وانتقلت عصر قيادة في حضورك في عضوية المجلس لكابتن حسن حمدي بعد وفاة الكابتن صالح وطبعا حضاك عصرت الكابتن حسن وانت في إداري في السباحة وهو موجود في مجلس إدارة وانت عضو مجلس إدارة وهو نائب رئيس ثم رئيس وكملت الدورة معاه لألفين واربعة نموذج كابتن حسن حمدي لأنه ده نموذج مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي طبعا طبعا ونموذج وقيع جدا خلي بالحرك دايما انت عندك يعني نوعيات مختلفة داخل النادي الأهلي عندك النوعيات الجماهيرية ده كابتن صالح كابتن محمود ربنا دي له الصحة دلوقتي دول ناس أساطير وجماهريين جدا ونجوم فوق العادة عايز أكد لحظةك على الهجوجات دي للتنين في تاريخ النادي الأهلي الاتنين الوحيدين كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب اللي خادوا انتخابات الأهلي على كل المقاعد الوحيدين والوحيدين اللي الجمعية ما خزلتهمش ولا مرة يعني في ناس كتيرة خادت وفقت أو لم توفق وفي ناس رئيس فقط أو نائب فقط لكن الاتنين هم الوحيدين في تاريخ النادي كل المقاعد عضوة أمين سندوق ونائب رئيس ورئيس وبنجاح كابتن حسن بقى دي مدرسة تانية ومدرسة إدارية يعني نقدر نتكلم فيها حلقات وحلقات لأن احنا كلنا زي ما قلت الحركة يمكن في الدردشة قبل البرنامج كلنا خارجين من تحت عباية كابتن حسن في التعليم الإداري يعني إيه النادي الأهلي ويعني إيه الإدارة والإدارة الهادئة الإدارة اللي بتستمع كتير قوي 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 وبتكون قرار بالراحة بس سواء إنها خدت قرار القرار ده لا رجعت فيه خلاص عشان كده كابتن حسن يمكن قراراته أهدى وأبطأ من كابتن صالح كابتن صالح كان بياخد قرارات على طول كابتن حسن كان أهدى بكتير بس قرارات ما فيهش رجوع وكان بس ما نقدرش نقول إن ده صح وده غلط لأ الاتنين مدرستين والاتنين كانوا بيكملوا بعض عشان كده كانوا أنجح من أنجح السنائيات اللي اشتغلت مع بعض كملوا بعض قوي بالزبط ورؤية كابتن صالح في كابتن حسن إنه هو سنة اتنين وتسعين ياخد كابتن حسن وهو لسه سنه صغير وقتها كانت تلاتة واربعين سنة ويعديه فوق ناس كتير وأسماء كبيرة قوي قوي داخل جدران نادي الأهلي هذا في الانتخابات التانية لها ديسمبر 92 وابقى وكيل النادي اللي هو موازي دلوقتي لنائب رئيس النادي المسمى الجديد فده كانت رؤية كبيرة قوي قوي صحيح وفعلا السنائي اللي اشتغل حوالي عشر سنين من 92 لحد 2002 كان السنائي ناجح جدا والنادي الأهلي من خلاله شاف تفارات ونجاحات كبيرة حسن من الناس اللي تتعلم منها قدارة وتستمتع وحضرات بتتفرج معهم يمكن أنا كان لقي على الحظ وشرفت إن أنا وانا تحت السن ساعدته وشاركت في تعديل لايحة النشاط الرياضي وشفت إزاي بيشتغل وإزاي بيحط الحاجات وإزاي بيفكر إن أنت ما بتفكرش وإنت بتحط اللايحة ما بتفصلهاش على حد بتفصلها على حاجة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي بالظبط ما فيش أي حاجة تانية يعني ما بتبقىش شايف دي هتفيدني دي هتفيدني دي هتفيدني ولا حسن ولا حسن ولا أي حد أصل ده أعرفه أصل ده مظلوم لا أنت بتبقى واخد مصلحة النادي الأهلي وبلا أي اعتبارات جانبية ودي من الحاجات اللي الواحد برضو تعلمها من كابتن حسن ويمكن يعني أنا الحمد لله رغم أن أنا كنت تحت سن ساعتها لكن أنا شاركت في لايحة النشاط الرياضي وساعدت فيها وكانت أول مرة يدخل يبقى الإداريين ليهم لايحة جوى النادي الأهلي وكان ده اقتراحي وخدي رغم أنه يعني كان ممكن يقولك ماشي بس أو لا لكن من ساعتها ابتدى يبقى كادر الإداري لي خط جوى النادي الأهلي من لايحة سنة 2004 لا بقيت الفترة يعني اشتغلت كويسة الحمد لله مع كابتن حسن وتعلمت منه كتير والحمد لله يعني من الشهادات اللي بعتز بيها جدا كان شهادة كابتن حسن لي لما قال في جلسة من الجلسات الولد ده إداري وإداري كويس وحيبق إداري كويس بعد كده قدام فكانت شهادة بعتز بيها والحمد لله يعني أتمنى أن أنا أكون يعني عند حسن الظن اللي كان قاله طبعا ده أكيد الحمد لله فلا كابتن حسن مدرسة كبيرة جدا والواحد يعني أنا يمكن بعت شوية من 2004 ل 2014 كان فيه مجالس إدارة موجودة ونجحة جدا ونجحتها يعني يمكن من أنجح المجالس على مر العصور في النادي الأهلي والواحد كان بيسندها من برة وكان مشجع أهلاوي بتشجعه مبسوط بالإنجازات اللي ما حصلة على الأرض ويمكن الواحد شاب فيها إنجازات قروية كويسة جدا الحمد لله إحنا مجلسنا اللي فات برضو ابتدينا نستعيد جزء من الإنجازات بالأرض يا دي وإن شاء الله يا رب أتمنى أن المجلس الجاي بإذن الله يكمل ويبقى أحسن كمان لأننا دايما نتمنى أن النادي الأهلي يبقى أحسن وأحسن وإن اللي جاي يبقى أحسن من اللي قبل كده طبعا طبعا فلما جيت بقى في 2014 كانت عندي الخبرة اللي اكتسبتها ويمكن يعني كان تبحلني قبل ما تكون جيت في 2014 تمام السنوات العشر اللي أنت بتعدت فيه فكرت في أي دورة أن أنت تقدم نفسك أو سألت حد أدخل ولا لا وتقال لك آه أو لا لا خالص أنا لا يعني أنا الفترة دي كنت متجه لعملي جدا وكنت مركز في الشغل بتاعي وكان فيه الحمد لله نجحات في الشغل على المستوى الشخصي حالك في أحد البلوك الكبرى يعني بالزبط يعني شعلت في كذا بنك في أكتر من بنك إنما ما كانش فيه فرصة وكنت بشوف أن فيه اختيارات وكنت دايما شايف أن الاختيارات موفقة جدا والمجموعة اللي موجودة كانت مجموعة نجحة فما كانش المفترض أن أنا أجي ويعني يعني طالما مش هتضيف يبقى أخليك في ظهر الناس اللي موجود إلى أن عاود إبراهيم الكفروي ما احتفظنا بالألقاب وقيمتها الظهور في 2014 2014 جيد طبعا كان في تجربة مختلفة شوية في تشكيل جديد تشكيل جديد تماما وكننا 12 واحد يمكن كان أعتقد المهندس محمود طهر وأنا بس اللي كنا أعضاء مجلس إدارة قبل كده العشر زملاء الآخرين أنت كنت زملت المهندس محمود محمود طهر في دور في دور 2004 بالضبط كان هو دخل في 96 بالتعيين 96 تعيين و2000 كان نجح بالانتخاب مع بعض الانتخابات في مجموعة كابتن صالح كلنا واشتغلت مع المهندس محمود طهر وكانت فترة يعني اشتغلنا فترة يعني سنتين ده مجلس 2000 ده أنت يعني عصرت أربع رؤساء بالضبط يعني الأربعة كانوا موجودين على الترابيزة واحدة يمكن أنا أكون الوحيد الزي ما حضرتك قلت في المؤقتمة اللي عصر الأربع رؤساء بالضبط آخر أربع رؤساء للنادي الأهلي صحيح اللي كانت أكبر منك اللي أنت تعلمت منها كانت بتدير إزاي وعايز أقولك أن أنا في الفترة دي كانت دايما شخصية كابتن حسن حمدي هي الشخصية المؤثرة اللي أنا دايما كنت بتأثر بيها في طريقة الإدارة لأن زي ما قلت لك في ناس كارزماتيك جدا كابتن صالح وكابتن محمود ما تقدرش تبقى زيهم دي حاجة من عند ربنا ويعني هو دي وما بتتسألش ليه لأنها دي بتاعت ربنا دي كارزمت صالح سليم دي كارزمت محمود الخطير لكن تي حاجة اسمها الخبرة الإدارية أو الأسلوب الإداري أو المدرسة الإدارية اللي أنا دايما بحبها وبرتح لها اللي هي مدرسة كابتن حسن وكلنا متأثرين بيها لحد دلوقتي اللي هي بتاخد قرارات النائدي الأهلي بس عشان كده إحنا اشتغلت إيه سيمات إيه سيمات شخصية الكابتن حسن الإدارية زي ما أنت شفتها أو قدرتها ومعجب بيها الهدوء الهدوء عدم الانفعال الاستماع كتير جدا جدا شخصية الحفاظ على شخصية النائدي الأهلي هقول لحضراتك موقف وتعرف منه كابتن حسن عمل زي مرة كان فيه ماتش في استاد المقاولين أم دخلنا وعندنا وكان ساعتها فيه مدير أمن القاهرة بتنحسن تفضل كرسيك قاعد تفضل حضراتك كرسيك في النص تفضل فقال له أنا أنا مش هدخل قال له يام Tasman قال له فين كراسي المجلس بتاعي وأفضل كابتن حسن واقف برا لحد ما أنا قعدت وليه أنا أعدت لأن أنا كنت أصغر واحد في المجلس ف눈 لدينا عرف دايما الكبير في الأصغر إلى حد أصغر واحد الرص tie لها الزم لها عرفها وليها طريقتها في القعدة وليها طريقتها في الكلام ورياضة طريقتها. ده الخبرات. ودي الشخصية برضو يا صياد إبراهيم طبعا. فلما كابتن حسن اتطمن أن أنا قعدت على كرسية. دخل قعد على كرسي رئيس النادي. هو ما قعدش وسبق إيت مجلسه. هو اتطمن أن مجلسه خد احترامه. احترام مجلسه يعني ايه؟ يعني احترام النادي الأهلي. يعني احترام شخصية النادي الأهلي. يعني احترام لكيان النادي الأهلي. ده حسن حمدي اللي احنا تعلمنا منه. ويعمل ده بمنتهى الهدوء والثلاسة والوقار والاحترام. ومن دير أي انفعال. ولا على صوته ولا أي حاجة. فضل واقف برا لحد ما اتطمن أن المجلس قعد في مجانه. وأعتقد لو ما كانش ده حصل. كان في منتهى الهدوء ومنتهى الأدب. كان حينسحب وحيسحب المجلس وراه. عشان الحفاظ على اسم وقيمة وهيبة النادي الأهلي. وهيبة مجلس إدارة النادي الأهلي. دخلنا في 2014. 2014 الحمد لله. يعني يمكن أنا قعدت فترة قليلة. وكان ليه وجهة نظر. اختلفت مع بعض السادة الزمالية. لكن كان ليه وجهة نظر في عدم التكملة. لكن أعتقد من 2014 ل2016. اشتغلت كويس قوي. كنت مكلف بتطوير لايحة النشاط الرياضي. ويمكن عملنا فيها طفرة وتطوير كبير جدا. وكان سعيدني فيها زميلي في مجلس الإدارة وقتها. وفي المجلس ده دكتور مهند مجدي. كان لسه داخل جديد تحت السن. فكان بيكتسب الخبرات الحمد لله. وكان فيه الزميل محمد هليل برضو. سعيدني ومروان برضو مروان هشام. كوادر شاب هيلة. الزبط كده. وقعدنا واشتغلنا على اللايحة. وعملنا اللايحة الحمد لله كانت لايحة كويسة قوي ومحترمة. وظهرت للنور. وكانت نقلة نوعية في أعتقد. يعني أنها كانت نقلة نوعية في لوائح الإدارة. لإدارة النشاط في النادي الأهلي. وديه كانت من الأهم الحاجات اللي عملناها. غير بقى حاجات كتير. المشاركة. تطوير الكلام ده كله. كانت مدة سنتين أعتقد أن الواحد يشتغل فيهم كويس. وأن المجلس كان أداءه كويس. لحد معقول لحد ما قرار حل مجلس الإدارة. هنا اختلفت الأرواب. بعض الناس شاهدوا أنه هو مفهوش مشكلة. ونكمل كمجلس معين. بعض الزومة وانا منهم كنا شايفين أننا النادي الأهلي لا يستحق أن يكون له مجلس معين. وأننا بناخد موقف عشان إثبات حالة. وده مش لنا دلينا. وللي بعد كده. الناس كتير قوي كانت ضد قراري. وناس كتير قوي كانت شايفة أن القرار غلط. الناس كتير كانت بتقول لي إحنا ما صدقنا ترجع مجلس الإدارة بعد عشر سنين. عايز تيمشي. ومش هترجع تاني. محدش هيفكر فيك تاني أنت الرجل بتستقيل. استقلت حضرتك والدكتور أحمد سعيد. كان دكتور أحمد سعيد. كابتن طار الشيخ. كابتن طار الشيخ. محمد جمال هليل. بس هو رجع عشان كان فيه موقف معين وكان فيه احتياج لي. ودكتور هشام العمري. إحنا الخمسة استقلنا. دكتور هشام سعيد. ساعتها قرار ما كانش لي حسابات. دكتور أحمد سعيد كمان. دكتور أحمد سعيد من زمان. هو كابتن فريد النادي الأهلي للسباحة. وأنا كنت نتا ببدأ سباحة. تجاي معاه من البسين. على أنه هو القدوة. أنت تب أسباح زيه. طبعا يعني بعد كده. مش تغلت معاه لا. وشخصية من الشخصيات اللي أنت. يعني فيها سمات النادي الأهلي. اللي هو تعالى كده. هنخلص الموضوع. هنبدأ نيجي كده وكده. موضوع مش هيخلص تباح. فكانت سنتين قويسين. أنا لما مشيت ما كنتش بحسبها. وما بحسبش في النادي الأهلي. قراراتي على مصلحة. ولا على أي حاجة. أنا بحسب قراراتي في النادي الأهلي. على المصلحة اللي أنا شايفها للنادي الأهلي. واللي هتحفظ للنادي الأهلي. إمته وإسمه وكيانه. اللي أنا كلفت به من الجامعية العمومية. واللي هي استأمنتني عليه. واللي لازم أخفز على الأمانة دي. لحد مع المأمورية اللي أنا فيها. هتخلص. فاعتذرت وما كملتش في 2016. لحد كان فيه العزة بتاع أخت كابت المحمود الخطيب. أعتقد كان في 2017. في صيف 2017. فاروحت وكنت بعزي. ففجرت بي. بقول لي. يا إبراهيم أنت إيه أخبارك وعمل إيه. أنا عايزك. تكلمني. تواكبت أنا. تلفونتك ما لبهم. كل شهرين بتغير التلفون. أنا عايش تليمون. المهم كلمته. قال لي. أنا عارف موقفك. وش كنت شايف ومتابع. أحبب أن أنت تخدم النادي لأهلي لفترة الجاية. من غير ما نتكلم. أنا حابب أخدم النادي لأهلي في أي وقت. في أي وقت. وشوف. قال لي. تعال لي. ونتكلم. المهم نروح تلو بعديها. فترة كده. وتقابلنا. وتناقشنا. طب إنت إيه وجهة نظرك. طب شايف إيه. وانت بدلنا القراء. قال لي. طب لو في فرصة أنك تبقى موجود المجلس جاي. تحب تبقى موجود. طبعا أحب جدا. ولو مش في المجلس. أحب برضو أخدم في النادي. لا يوجد مشكلة. وفضلنا كده. وكنا أعتقد زي ما هو كابتن قال. إحنا كنا أكتر من عشرين فرد مرشحين. وفضل العداد تنزل تنزل. لحد ما هو استقرع على قيمته. اللي نزلنا بها في 2017. والحمد لله. وفقنا قايمة كاملة. يعني إحنا كنت برضو في انتخابات 2014. مع المهندس محمود طاهر. نجحة قايمة كاملة. قايمة كاملة. الحمد لله. وفي 2017 القايمة مع كابتن محمود. نجحة قايمة كاملة. الحمد لله. طيب. طيب ما ظهرت للنادي الأهلي مع 1992. لأنه كان مجلس كابتن الوحش في 88. المجلس ما هوش مية واحدة أو فكر واحد. فحصلت اختلافات في وجهات النظر الكتيرة. ناس استقالت إلى أن تدخلت الجماعية الأممية في فبراير 1992. وسحبت السيقة. ورجعت الكابتن صالح. ومن وقتها كابتن صالح أدرك العوار فيه. العوار على الترابيزة جاي من اختلاف الرؤى والأفكار. فبقى حريص على فكرة القايمة الوحش. بالزبط. وصارت فكرة القايمة كعرف في النادي الأهلي. هليني أقول لي حراك حاجة برضو. معلش أنا حاخد أن كابت 88 دي كان لها ظرف معين. وكان المرشح لها كمال بيحافظ. كمال بيحافظ وكابت الوحش. كابتن الوحش الله يرحمهم جميعا. والانتخابات دي حصل فيها ترتيبات الانتخابات نفسها. كانت مؤثرة على النتيجة ضد كمال بيحافظ. ولم يموفق. لكن المجموعة التي كانت مثلا دا هي كانت مجموعة كابتن صالح. لأن كابتن صالح أعتذر على الانتخابات في السنة دي. أغلبها نجح كابتن حسن وكابتن محرم الراغب. كابتن خطيب. أول مجلس يدخلوا كابتن خطيب. بالضبط كده لك. كان يعدوك باله وشهور مبطل. عايزة أقول له حراك مواقف حصل. وده نحن اسمعناه وده النادي الأهلي. تاني يوم الانتخابات كمال بيحافظ الله يرحمه كان في المرسى. ورح له حد من الناس تعرف الناس بتبقى منفعلة في الانتخابات. وبتبقى حايزة دايما اللي هي مثلا دا ينجح. فقال له كمال بيح انتخابات دي مش نظيفة. انتخابات دي فيه حصل فيها تزوير. وحضراتك سقط بالتزوير. ايه رد فعله؟ يعني تخيل حضراتك ممكن يبارد فعل واحد صائد. الطبيعي انه هيمشي في السكة دي. مش كده ولا هي؟ لا طبعا. قال له اخرس. 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 الله. اخرس النادي الأهلي عمره. شوف كمال بيبوعيه بقى. اخرس النادي الأهلي ما فيهوش الكلام ده. النادي الأهلي ما فيهوش تزوير. الله. النادي الأهلي. وذلك انت بتتكلم في سخونية واحد بصصائد. واحد برئيس نادي الأهلي. بصصائد. كان وكيل النادي الأهلي. كان وكيل تاريخي. انت الصالة الصالة اللي في المبنى الاجتماعي يسمعها صالة كمال حافظة. يعني نستشف من كده تاريخ الرجل ده. طبعا. لما يزأت على مقعد الرئيس ويقول لواحد تاني يوم الصوت. اخرس النادي الأهلي ما فيهوش تزوير. فده درس احنا بنتعلمه. نادي الأهلي فوقنا. وعشان كده. كلام ده مهم جدا يا جماعة. كلام في منتالة أمية اللي الأستاذ أبراهن بيقول. الدورة اللي بعدها جه. الشعار اللي مزع على الناس كتير. لكن عمره ما بيزع عنه. الأهلي فوق الجميع. فوق جميع ولاده. طبعا. مصلحته فوق أي اعتبار. مصلحته فوق أي حد. فده ده ده. ده رسخ بقى وعزز فكرة القايمة دايما. بالضبط كده. فشفنا القايمة الأول لما حصل الانتخابات التكملية في 91. دي كانت أول قايمة لما كانت تنصالح. فبراير 92 صح. 92 لما كانت تنصالح نزل بمجموعة كاملة. وكانت الناس. كان لأول مرة الناس تشتسمع أسماء المهندس برئيب المعلم. طبعا كسباح. ترح سام بدراوي. اللي هو سفير نور. اللي هو فرو رجب. السفير ساميح أنور. بالضبط. أسماء كلها كانت جديدة على الجمعية. بالضبط كده. ومنهم اللي كمل بعد كده في دور 92. 96 كانت قايمة برضو. كانت انتخابات قايمة. وكانت أول انتخابات فيها تحت السن. 2000 كانت قايمة. ودي كنت أنا تحت السن فيها. 2004. وبعد كده على طول كانت فكرة القايمة متواجدة في النادي الأهلي. ودائما الجمعية العمومية بتاخد أقرب لقلبها القايمة. يعني في 2014 يمكن إحنا قايمة المهندس محمود طهر كانت قايمة متكاملة. المنص إبراهيم نعلم يمكن ما سعفش الحظ أو ما قدرش يكون قايمة متكاملة متجانسة. وكان ليها ظروفها لأن ما كانش القوانين بتتغير. وكانت لسه الدولة المصرية خارجة منها. وانت اتعملت لاحة خصيصا عشان تبعد بالكامل المجلس. يعني بدون الخد في التفاصيل. أسان إبراهيم لكن قصدي أقول لك. لما ساعتها حصل أن مجموعة نازلة بقايمة متكاملة وبشكل كامل. ومجموعة نازلة بقايمة ما هيش متكاملة. الناس خلت الأقربية كانت بقايمة متكاملة. لما حصل وأعتقد أن دي أشرس انتخابات في تاريخ النادي الأهلي. انتخابات 2017 كانت قايمة ضد قايمة. قابت المحمود الخطيب ضد قايمة المهندس محمود طهر. وقايمتين تؤال. وكانت انتخابات نازيهة جدا وانتخابات من أحسن وأفضل انتخابات. 37 ألف عضو تقريبا للحضور. بالزبط. وهو أنا أعتقد أن أصدرين. فعلي على يوم واحد. عشان أنت في أندية عدة الرقم ده بس على يومين. إنما أنت 37 ألف واحد. في يوم واحد بذرقهم كبير. ولو الظروف كانت سامحة والأمور كانت أكثر. كان ممكن الأخوة تبقى عالم كتير. لأنه كانت تنظيم فيها مشاكل كتيرة. كان فيه مشاكل كتيرة. كان الكابتن صالح تأكيدا لفكرة القايمة. يمكن لهم يقول أسابتة أنتوا عايزيني أنا عايزين نازيه. بالزبط. لو مش عايزين حد من دول ما تعزونيش أنا. بس ما تجبنيش وتجيب حد نتعب بعض. على فكرة لما تيجي تبص حد نصالح جيل سنة 92. وجيل سنة 96. وجيل سنة 2000. ثلاثة انتخابات حضرهم كابتن صالح بنظام القايمة. وكانت كل مرة فيه ناس بتدخل. ناس بتخرج. وناس يعني ناس بتضاف للقايمة. كان بيبقى فيه مقعد دايما. يعني قابل إن حديتهم من براه. وكان فيه دايما تحفوزات بتحصل على ناس معينة. إحنا يمكن عشان إحنا قريبين. وفي المطبخ. أو لما بدخلنا جوه الإدارة. عرفنا إن فيه تحفوزات معينة. لكن رئيس النادي بيبقى لي وجهة نظر. ودي ميزة النادي الأهل على فكرة. المشاكل دي عمره ما بتطلع برا. طبعا. وعمره ما حراج بتسمع المشاكل دي. طب إحنا كنا فين؟ إنتوا ما قلتوش الكلام ده. هو حراج مش المفترض. لكن المفروض في الآخر تقول لي شكرا. إن المشاكل دي ما خرجتش برا. قوضة مجلس الإدارة. بالضبط. فأنا قدمت فرقتي. أو قدمت الشكل أو التشكيل. اللي أنا شايف إنه أنسب لي للفترة اللي جاية. عشان كده كان كل مرة بيبقى فيه تغييرات برضو. 2004 كابتن حسن نزل بقايمة. 2009 كابتن حسن نزل بقايمة برضو. وكانت دي كانت أول مرة 2009 أعتقد كانت أول مرة تبقايمة كاملة بتنجح. ينجح. آه قايمة كاملة. بالضبط. صحيح. 2004 و2009. آه. بالضبط. أستاذ أبريم كابتن الخطيب في صفة 2017. أنا عايزك. أنت عايز النادي الأهلي. عندك السعادات تكمل. عندك السعادات تخدم النادي الأهلي. وحدك رحبت. وبدأت العلاقة على مدار أربع سنين. تمام. أكيد هنقف عند الأربع سنين. لأنه دول أربع سنين مهمين جدا. بس أنا عايز أجي لآخرهم. تمام. بعد أربع سنين من العمل المتواصل. اجتمع بك كابتن محمود الخطيب. وقال لك حاجة غير بتاعة 2017. بزاق. هي إيه وأهميتها إيه وإزاي حدك تصرفت. ده كلام مهم جدا مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين ومعنا هذا السرد الرائع الحقيقة من الأستاذ إبراهيم الكفراوي. أستاذ إبراهيم. أقلت لك قبل الفاصل كابتن محمود الخطيب في صيف 2017. بيلتقيك. عندك السادات تخدم النادي الآلي في الفترة الجاية ولا لا؟ ممكن تبقى معنا ولا لا؟ هضايك رحبت. بدأت الانتخابات. نجحت القيمة بالكامل. وصارت الدورة حتى شرفت على النهاية في أيامها الأخيرة دلوقت. الحمد لله وأعتقد أنها من أنجح الدورات في تاريخ النادي الأهلي كإنجازات على جميع العصايدة القروية. الحمد لله كان فرقة القرى أعيد تشكيلها. هجيت هنيجي على كل التفاصيل بتاعة الأربع سنين. لكن أنا زي ما جيت بداية ونهاية. البداية كانت هذه المقابلة في سرادك العذاب في سيف 2017. والكلام الأخير لكابتن محمود الخطيب ليك بشأن الانتخابات اللي جاية. تمام. الجلسة فين وإيه اللي حصل فيها لأن دي لحظة مهمة. والله يا كابتن محمود كلمني يوم الأربع. أه. إبراهيم أنا عايزة أعود معاك. أنا ولجنة الحكماء عايزة نعود معاك. إحنا محتاجينك في منصب معين في النادي الأهلي. بعد كده. أه. أه. أنا عشانتوا بعارف أنا يعني الحمد لله الحمد لله. أنا أشتغلت كويس قوي. لأربع سنين دول. ويمكن من أكتر السنين اللي اشتغلت فيهم جوا نادي الأهلي. وبعتز بشهادة كابتن محمود. طبعا. في وسط زملائي. إبراهيم اشتغل كويس. وأكتر واحد اشتغل معاك. لأربع سنين اللي فاته. فأشهادة أبعتز بيها. ويمكن في ندوة من ندوات برضو. كابتن محمود في الندوتين اللي قال لهم شكر. وأثنى على الشغل الحمد لله اللي اللي واحد عمله. لما احتجت حد قائم بعمل المدير التنفيذي. اخترته هو اللي. فكان فكري أنه ممكن يبقى منصب آخر داخل مجلس الإدارة. لأن بعض الزملاء. وده من شهادات الزملاء. وكلام الزملاء. لأ ده كابتن هيحطك. وبعدين يحط القائمة. فكانت الاتجاه كده. وكنت شايف أن خلاص مش. وقابلت كابتن. عادت تقول نائب ولا أمين صندوق. نائب ولا أمين صندوق. كنت أعتقد أو ممكن كنت أتمنى. أو في أي مقعد. آه يعني في أي مقعد. لكن ممكن كنت أفكر في أمين صندوق. لأن دي طبيعة شغلي. لأن دي طبيعة شغلي في البنك اللي أنا بشتغل فيه. أنا أمين صندوق البنك اللي أنا بشتغل فيه. كمان. فكنت رايح. وقابلت كابتن محمود بالليل. في حفلة تكريم كابتن حسن حمدي. ودكتور حسن مصطفى. وما فيش خانس. بس جالي تاني يوم تليفون طبعا للأسف. كان دخل المستشفى. آه كان دخل المستشفى. وجي كلمني أحد الأعضاء الكبار في النادي. وقال لي كابتن محمود حصل كذا كذا كذا. تحب أن أجل الأعضاء أو أن أجل هاش. وما روحت وقعدت مع بعض معايا. وقال لي. في المستشفى. آه هو مش محتاجك في مجلس الإدارة الدورة بتاعت 2021-2025. لكن محتاجك في حاجة تانية. بيفكر هو فيه. للنشاط الرياضي بالنادي الأعضاء. آه. ما خبيش عليك أنا كنت منفعلي جدا. كنت متدائق جدا. وقلت له طيب. يعني. ديني فرصة فكر. يعني أنا حامشي وحفكر. وخليني أخد قراري براحتي خالص. قال لي خد راحتك أنت لسه قدامك لحد بكرة. بس. وكلمت كابتن محمود أتطمن عليه. قال لي إبراهيم أنا عايزك. أنا معلش أنا آسف. وأنا تعبان. وأنا ظروف الصحية أنت عرفت. قلت له أنا عرفت. يا كابتن وربنا يقومك بالسلامة. قال لي بس أنا عايز أقعد أتكلم معك. وأشرح لك وقت النصر. الثاني يوم الجمعة رحت لكابتن محمود في المستشفى اللي كان فيها. وقابلته. وقعدت معاه. وأنا رايح. يعني. كانت القرارات الداخلية متضاربة. لا حنزل. لا مش حنزل. لا مش عارف في إيه. يعني قرارات كتيرة جدا. رحت قابلت كابتن محمود. وطمنت عليه. والكلام ده كله. أعرض علي وجهة النظر بتاعته. وزي ما هو ما بيقول. الموضوع عشان أقتنع بأن وجهة النظر دي. ما خدش أكتر من 3-4 دقيقة. ما خدش أكتر من 3-4 دقيقة. لأن أنا شفت. هل وجهة النظر دي. مجرد وجهة نظر بتتقال. عشان إبراهيم يطلع بنا مجلس الإدارة. ولا في رؤية. في حتياج النادي في مكان تاني. أنا شايف أنت الأقدر عليه. بالزبط كده. يعني التوزيع المهام. بالزبط كده. الكلام مشي على فكرة. زي اللي بيتألف الندوة بالزبط. ندوات كابتن محمود. زي اللي بيقوله دايما. هو ده اللي حصل بالزبط. إبراهيم أنت معي في الأربع سنين الفاتوا. وشايف النشاط الرياضي. إحنا عندنا عجز في النشاط الرياضي. حوالي 200 مليون جنيه سنويا. طبقا لآخر سنة. 180. ونعتقد أن فيه تزيادة. حيبقى من 200 إلى 220 مليون جنيه. فمحتاج تطوير في المكان. أنا مش قادر. إحنا مش هنقدر كنادي نكمل بالطريقة دي. مم. طبقا تماما كابتن. طيب. إحنا عايزين نطور الحتة دي. وأنا شايف أن أنت. الأقدر. أصلح واحد وأقدر واحد. تقدر تطور الحتة دي. أنت متخصص فيها. شايفك مهتم بيها في الأربع سنين. شايف ليك أراء في الأربع سنين. خبرات كبيرة فيها. ابتدي تعالى. ونشتغل ونشوف المجلس. لو ربنا وفقنا. إحنا كمجموعة هنشتغل فيها. طبقا. المشكلة طبقا. هدخل المجلس. وحشتغل. وحساعدك. وما تدينيش مهمة تانية. غير المهمة دي خلال الأربع سنين. لحد ما قلص خالق. لا. أنا مش عايز حد أعظم مجلس الإدارة. وده اللي هو برضو بيقوله في ندوته دايما. لعشان نقول إن الكلام واحد. والكلام متصق. وإن فيه رؤية. أي. لا يا مراهيم. دايما نعضو مجلس الإدارة. اللي قاعد على الكورسي جوة. لما بييجي يشتغل في اللايحة. إحنا كلنا بناء أدمين. وعندنا نقض ضعف. ولما بنيجي نعمل حاجة. ممكن نبختار مصلحتنا الشخصية بشكل أو بآخر. أو بنفضلها. أو من غير ما نشعر. بنحط حاجة تبقى في إطار مصلحتنا الشخصية. أنا مش عايز الكلام دي. وأنا عاين دي أتنين ممكن يعملولي الكلام ده. أنت واحد منه. وأنا محتاجك أن أنت تشتغلي في الحتة دي. والمشروع ده أو البروشيك ده. ممكن ياخد من سنة أو نص سنتين ثلاث سنين. بس عايز في آخر الثلاث سنين دول. أو قبل دورة متخلص. يبقى النشاط الرياضي. أعيد هيكلته تماما تماما تماما. الحوار ده ضر لمدة ثلاث دقائق. والثلاث أربع دقائق. وصراعات بقى داخلية كتيرة. طبعا. وقرارات. وساعتها قلت. طبعا يا كابتن لو أنا قلت لك لأ وقررت أنزل الانتخابات. قال لي ما حقك. أي حد من جمال العموية من حق وينزل الانتخابات. بالظبط. طب حضراءك هتزعل. قال لي بصرف أنا مش قدسة حزعل أو مش حزعل. أنا عندي رؤية. وعندي مجموعة عمل. وعندي ناس عايزين. عايزهم يطبقوا لي ده وينفزوا لي ده على أرض الواقع. موزع الخبرات والقدرات على المهم المطلوبة. بالظبط كده. بالظبط كده. أنت واحد من الناس دي. والمشروع ده بالذات. عايزك فيه بس من خارج المجلس. لحاجات كتيرة. وبدون الدخول في تفاصيل فيها. قلت له طب ولو نزلت. قال لي لو نزلت. وربنا وفقك. هتبقى واحد من فريق مجلس إدارة النادي الأهلي. وهتشتغل. بس المشروع ده مش حيبقى موجود معك. مش معاك. أنا رؤيتي في المشروع ده في حتة تانية. أنا ساعتها يعني. مش عايد أقول لك. لا زعلت. يعني أنا كنت زعلان. لأن ده مجلس إدارة النادي الأهلي. صحيح. ولأن ده نادي الأهلي. وانت قديت. والحمد لله قديت كويس قوي. لكن ساعتها كان عندي حاجة من اثنين. صراعة من اثنين. إحنا مش عايز أقول واجعين دماغ الناس. لكن إحنا دايما بنقول شعارات للناس. شعارات دينا ما حتيجة تطبق علينا. هنطبقها على نفسنا. لحظة الاختبار. واللي حنعمل كده ونيجي على جنبه. لحظة الاختبار. بالزبط. اللي كمال بيحفظ قال له اخرص. بالزبط كده. اللي قال لي ما يتقلش أنه يتزويره. وهو يتكلم على نفسه. ودي الخبرات اللي احنا أولاد النادي. اللي تربنا جوه النادي. صحيح. تعلمناها. صحيح. وساعتها بنطبقها. صحيح. وعلى فكرة نفس القصة دي. أنا مش أنا بس. لا فيه أحسن مني. وفيه أكبر مني. وفيه يعني سنة 92. اللواء مبروك متولي. الله أرحمه. لما اتقلوا من فضلك ما تنزلش عشان كابتن حسن حيبقى مع كابتن صالح. ما نزلش وقف سند القايمة. صحيح. فأنا مش بعمل حاجة جديدة عن النادي الأهلي. ولا أي حاجة. وكابتن خطيب حتى بعد كده. دورتين وهو مش في مجلس الدراء. 96 و 96. وهو بيساند. كان بيساند. بالزبط. فانت النهاردة بتقول بقى. أنا عمال أقول للناس الأهلي فوق الجميع. حيجع علينا. حننفزوا. وبقى أنا فوق الجميع. ولا حقول لأ. أصلا كان قصدي الجميع اللي أنا. أيها. لا. ده كان القرار. لحظة الاختبار. وساعي تقول له أنا موافق يا كابتن. وعايز أقول لحضرك حاجة. أنا يعني بالصدفة كان عندي مأمورية تبع الشغل في دبي تاني يوم. سافرت لمدة تسعة أيام تقريبا. من تاني يوم يوم السبت. وأنا في الطائرة بدأت أشتغل في المشروع هذا. بدأت أحط التصوري. بدأت أحط الأسامي اللي ممكن أستعين بيها. بدأت أشوف أنا ممكن أعمل إيه في الموضوع ده. وأتخيل طب إيه اللي إحنا كنا محتاجينه. بدأت طلع. يعني ابتدت شغلي فعلا من تاني يوم. خلاص. الموضوع انتهى. زعلت. أه زعلت. أتمنى أن أنا أبقى في مجلس الإدارة. كنت أتمنى أن أنا أبقى في مجلس الإدارة. ده أي حد في مصر يتمنى أن يدخل قوضة مجلس إدارة النادي الأهلي. فما بالك أن أنت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. لكن لما تيجي في الحتة دي. لا. يبقى دي مصلحة النادي. وأنا فعلا. لأن أنا من خلال عملي مع كابتن محمود اللي أربع سنين. ومع مجلس إدارة النادي الأهلي. أنا مستشعر الخطر اللي موجود في النشاط الرياضي. ويمكن إحنا زي ما كابتن محمود قال في ندوته. ولما قال في الجوالات الانتخابية اللي بيقولها. إحنا كنا بعيدنا عن النادي فترة. فلما جينا ما كناش متخيلين حجم المهام اللي مطلوبة في النشاط الرياضي. وتطوير المطلوب. فأنا شايف أن دي مأمورية كبيرة ومسئولية كبيرة. لا تقل عن مسئولية مجلس الإدارة. ولا تقل عن مسئولية أي واحد من النادي الأهلي. بالعكس يتعلق بأجندة ضخمة. أعتقد أنها. خلي بالحضر لك أنت بتعمل إعادة هيكلة لكيان بقاله مئة سنة. أيوة. يعني ده يماثل أن أنت بتعمل إعادة هيكلة لقطاع عام. بالضبط. لشركة من شركات القطاع العام. بالضبط. إعادة هيكلة لحاجة كبيرة جدا. أتمنى أن ربنا. خمس تلاف رياضي تقريبا. خمس تلاف رياضي دول اللي بيمارسوا الرياضة. لكن إحنا فوق عن 25 ألف طفل مشترك في الألعاب. عندنا تسع ألعاب. لكن بالألعاب الماء يبقى وصلين 14 لعبة. عندنا عضويات جديدة. أعتقد العدد ده ممكن مع نهاية الدورة الجاي. هيوصل لخمسين ألف طفل مشاركين في الألعاب وأكاديميات. عندنا أكاديميات خارجية. عندنا تطلعات لأكاديميات برا مصر. عندنا حاجات كثيرة جدا جدا. أعتقد أن المشروع أتمنى من ربنا أن أكون أهل لي. وأن أنا أكون على قدر المسئولية في حاجة كده. لأنها حاجة كبيرة. وعلى قد ما أنا مبسوط أن أنا كنت عند حسن ظن كابتن محمود والمجلس الإدارة. أن هم ياخدوني في خطة أو الخطة بتاعة المجلس أو بتاعة المجموعة المرشحة الدورة دي للدورة الجاية. على قد ما أنا خايف لأنها مسئولية كبيرة. على قد ده النادي الأهلي. ما بيحتملش التجربة. أنت مش نادي صغير لسه تحت الإنشاء. لأن الناس بتقولك إيه. برضو عشان الناس بفهمة الحجم الراجل المرشح لرئاسة النادي الأهلي ده رؤيته إيه. ووجهة نظره إيه. لما حرجة بتيجي تعمل نادي جديد. أنت بتعمله من العدم. فتقدر تشكله بأي حاجة دي فينا لسه لأينا. بتشكلها بأي شكل. بالضبط الشكل الجديد بتاعها. قطاع بقى خاص. قطاع عام تعمله كذا. بس كده. إنما داخليا أنك تطور حاجة قائمة. وفكر أنت محتاج تشتغل على اتجاهات كثيرة قوي قوي. محتاج تشتغل على الأجهزة الإدارية. محتاج تشتغل على الأجهزة الفنية. محتاج تشتغل على الأعضاء والسادة الأعضاء. عشان يبهوهم السند بتاعنا. أنهما الأساس اللي أنت حتطور من أجلهم. فلازم يبهو مقتنعين بفكرة التطوير. ولازم يشوفوا ده. ولازم يبهوهم اللي مسندينك ووقفين في ظهرك. محتاج أن اللعيبة والأجهزة الفنية تبه فاهمة. حاجات كتير قوي قوي. محتاجين مسندتهم. أعتقد أنها مسئولية كبيرة. يا رب أكون قدها. لكن أعتقد أن النادي الأهل يستحقها. وإن شاء الله ستبقى حاجة موفقة بإذن الله. ده أكيد لكن أنا عايز أرجع أقف مع حضرتك في جزئية. كابتن محمود الخطيب بيقولك أنت مش معايا في الدورة الجاية في مجلس الإدارة. أنا محتاجك في حاجة تانية. أنت بعد لحظة من الصراع ما بين الرغبات وحاسم الموقف. مجرد ما استيقص جواك نداء الأهلي. أنه إحنا يا جماعة ما بينتجرش بشعرات. دي حقيقة. مش هنفضل نقول للأهل فوق الجميع. ولما الأمر يخصني أنا شخصيا. أبقى لا الجميع اللي أنا. وأبدأ أتكلم على مصلحة الشخصية. وأبدأ أنقض كل العهود وكل القناعات التانية. دي لحظة صدق مع الأهل تاريخية الحقيقة. يعني شاء أن ناس كتيرة جدا. وأنا أعتقد كابتن محمود الخطيب مش من فراغ. مش لمجرد أن الأستاذ إبراهيم الكفروي حاضر وبيساند القائمة المرشحة للكابتن محمود الخطيب. لا. لأنه أولا أنه شاف قد إيه طوال الدورة. قد مهام جدا. إزاي كان تقديره ليه أنه هو واحد من أكثر الناس اللي اشتغلت. لكن بقناعات رئيس مجلس الإدارة المرشح لذات المقعد. أنه شايف أن الفترة اللي جاية محتاجة سين في المكان ده. وصاد في المكان ده. وعين في المكان ده. وفقا للقدرات والخبرات والمهام المطلوبة. بجا حقيقة. الكابتن الخطيب بيفاجئنا بسيستم إداري. فيه رؤية أبعد شوية. بتزبط. يعني أنتوا بدأتوها مع عائلة الأهلي. بتزبط. لأول مرة في الانتخابات نلاقي في مجموعة نزلة بتقول. ده برنامجنا اللي احنا بنلتزم به. ما حصلتش فيه ما سبق. لا. جي ما حصلتش. ولأن يعني كانت تزروف مختلفة. طبعا. العصر غير العصر. النهار ده أنت بقيت بتحط مساق شرف ما بينك وما بين الجامعة العمومية. وعايز أقول لك أن مدير عام النادي. سواء العميد محمد مرجان. والتلاته شهر اللي أنا اشتغلتهم. أو الدكتور سعد. كان من مسؤوليته ومهامه أنه يمسك البرنامج ده محطوط جنبنا. وبنعلم عليه إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش. وإيه اللي ناقص وإيه الخطة وإيه اللي محتاج لسه موافقات. وإيه اللي إحنا حنقدر نعمله وإيه اللي مش حنقدر نعمله. لأن إحنا زي ما قلنا أنا بشوف إن إحنا عملنا من البرنامج. اللي وعدنا به الناس عملنا يمكن مية وعشرة في المية منه. بس فيه جزء برضو ما تعملش. الجزء اللي ما تعملش ده كان خارج عن إرادتنا. اللي هو جزء الدروس الخصية. أو الدروس التعليمية. التعليمية. إن إحنا كنا عايزين نعمل سنتر للكلام ده عشان نوفر على الأسر الأهلوية وعلى الفرق. يبقى عندنا مركز تعليمي في الثلاث فروع. وعلى فكرة إحنا المكتب التنفيذي قعدنا واتكلمنا وقابلنا ناس. وكان فيه رؤية وكان فيه تطبيق على الأرض. جاء ظروف كورونا طبعا. جاء ظروف كورونا وقفت كل حاجة. ونفس القصة برضو بالنسبة للحضانات. أو أن أنت يبقى عندك مكان للأطفال. للأمهات العاملة. أن الأمهات اللي عندهم أطفال في تمرين وأطفال صغيرين. كان فيه برضو حيبقى أماكن مخصصة لمساعدتهم. جاء ظروف كورونا برضو. ويمكن دول الحاجتين الرئيسيتين اللي ما قدرناش نعملهم لظروف خارجة عن إرادتنا. لكن بقية البرنامج اتعامل الحمد لله كامل. في حاجات بره البرنامج اتعاملت وتم تجويدها وأضيفت. فالحمد لله أعتقد أنها من أنجح الدورات لمجلس إدارة على مر تاريخ النديل الأحلي. كمان لجانب الإنشاء في المجلس. أعتقد فكرة أنت تشتغل على كل المقارات مرة واحدة. أربع فروع. أنت بقيت أربع مقارات دي كتيرة قوي قوي. بتنشئ مقر جديد. يعني مقر التجمع. يمكن كان المجلس السابق تعاقد عليه. وحصل كان فيه رؤية في بداية المجلس أن نغير الأرض. تبديل الأرض. بالزبط كده. وبتدينا من مرحلة الرمل. اللي أنت بتشيل لسه والاتفاق والتعاقد مع إحدى الجهات عشان تبتدي تشتغل. فبتبني فرع من أول وجديد. برضو فرع الشيخ زايد. كان فيه برضو بعض العقبات والموافقات اللي كانت بشكل أو بآخر ما كانتش مظبوطة. فكنت بتصلح حاجات. وبتبتدي تنشئ الفرع وبتنشئ حاجات جديدة. فالفرع. إحنا طبعا لازم نقول أن فيه لنوعا ما. لأن دي منطقة سكانية جديدة في فرع الشيخ زايد. فيه تكدس في الفرع. وإحنا مدركينه. وكابتن مدركه. ومجلس الإدارة مدركه. وحطت إيده عليه. بس الحلول ما بيجيش واحدة واحدة. طبعا. الحلول ما بيجيش. بتيجي واحدة واحدة آسف. ما بيجيش في يوم وليلة. أنت النهاردة الفرع يا الشيخ زايد الحمد لله. بالصلاة اللي هتفتفع قريبا إن شاء الله. عندك صلاة على أفضل مستوى. ويمكن من أفضل وأجمل الصلاة الألعاب في جميع الأندية في مصر. المساحات الجديدة اللي هتتخلق. مساحات الركنات اللي هتتخلق. لحمام سباحة إضافي أعتقد. حمام سباحة دي خطة المجلس الجديد. بالنسبة لنا ما كناش موجودين. لكن أنت استشعرت أن في عداد بقت كبيرة. بحيث أنها محتاجة حمام سباحة. خصوصا حمام سباحة الحالي ما يستوعبش الكلام ده. فهتبقى عندك توسعاته. حمام سباحة دي منطقة جديدة. وحواليه هتبقى منطقة. فالنهاردة عندك. أنت أعتقد أن أنت بالمنطقة بتاعت الاستاذ. العامل فيها مشروع الاستاذ. والمشروع الاستاذ مش مشروع استاذ كرة ناس رايحة وجاية. لا. ده مشروع زي المدينة الرياضية بالزبط. متكاملة. فأنت أعتقد أن أنت عندك مساحة كبيرة. هتستوعب العضاء وحتفيد. نحن بس نطلب من السادة الأعضاء المساندة والصبر لبعض الوقت. لأن في موافقات بتاخد وقت كتير قوي. أكتر من اللازم فعلا. تطوير الفروع برضو. لما تيجي تبص على مدينة نصر. يمكن مدينة نصر من أكتر الفروع اللي كان ليها حظ. لأن الفرع بقاله فترة ما كانش حصل فيه تطوير. حصل منطقة الفوت كورت. حاجة ممتازة. حاجة مش موجودة في أي نادي تاني. يعني أنت بتدخل منطقة الفوت كورت دي. بتحس أن أنت في مول سياحية. حاجة فعلا ملهاش شبه في أي نادي تاني. والمحلات والبرندات الموجودة من أعلى المستويات. فحاجة كويسة جدا. برضو المنطقة القديمة بتاعت الفوت كورت. تتوسعت وزادت. طبعا مشروع الجراش ده. حل مشاكل. وده مشروع وطلب أساسي الأعضاء الفرع. لا يوجد 20 سنة. الأعضاء النادي اللي بيترددوا من 25 سنة. من يوم الفرع تفتح. صحيح. فده حاجة أن أنت تيجي تقوم حقق حلم الأعضاء. لأنه كان نفسهم يبقى فيه جراش. طبعا الناس دايما يعني يمكن إحنا 700 عربية. المكان ما اتخذ لي 700 عربية. هم عايزين أكتر. إن شاء الله في حلول هندسية. وفي حلول على أرض الواقع. وكابت المحمود في الجولة الانتخابية بتاعته قال الكلام ده. إن فيه أنزمة هايدروليك والكلام ده في الجراشات دلوقتي. هنبتدوا هم بقى المجلس الجاية إن شاء الله يطور جزء جزء. بحيث يضاعف العدد اللي موجود. منطقة حمام الأمواج. والمنطقة اللي هي كانت المنطقة الترفيهية عند ملاعب الألعاب. هناك النحط تانية. دي مش موجودة في أي نات تاني. فيش نادي. دي موجودة في القتلات. فإنت الشكل ده اللي معروض للسادة على المشاهدين. لا ده مش موجود في أي نات تاني. والحمد لله. لما كنا بنيجي نطور أو نعمل حاجة كنا بنعملها زي ما بيقوله الهاي أند. أو أعلى مستوى يقدم. يليق بالأهل. ده اللي يليق بعضو النادي الأهلي وعضو الجامعية العمومية للنادي الأهلي. وده مقام أعضاء النادي الأهلي. وده اللي كنا دايما طول عمرنا بنتمنا في النادي الأهلي. فلا حاجة جميلة جدا. الأكاديمية والأعدات والأرض الأكاديمية ومدخل الأكاديمية. كل ده اتطور الدورة دي في مدينة ناصر. فيه شغل لسه هيجي. يمكن فيه شغل لسه في مدينة ناصر. وفيه حاجات مطلوبة. المنشآت الرياضية في مدينة ناصر اتأخرت شوية. لهو مجمع السكواش. كنا بدأنا فيه. لكن زي ما بقول لحضرك الموافقات ساعة بتتأخر شوية. وخصوصا الحاجات اللي جوة المدينة. المدن الجديدة الموافقات فيها يمكن بتبقى أسهل شوية. أو الإنشاء الجديد بتبقى حطت خطة وبتمشي عليها. لكن الجديد عشان تطور ده بياخد وقت كتير. فاعتقد أن المجلس القادم إن شاء الله مطالب بخطة استكمال الخطة التطويرية للمنشآت الرياضية بالذات. والملاعب الرياضية في مدينة ناصر. واعتقد أن الكابت المحمود أخذها في حزبانه. عندنا بقى الجزيرة حصل بقى فيها تطوير المدرج القديم. المدرج القديم اللي بقى أكتر من عشر سنين نفسنا يتهد. لأنه هو وقف وسط النادي. بالضبط. ما يعني عارف. لا أنت بتستخدمه. ولا بتستخدمه. لأنه أي للسقوط. ولا مستفيد من المساحة. ولا أي حاجة. فتم زالته. النادي كبر مرة واحدة ووسع. وبقتل مساحات. وكمان لما الحتة دي هتستكمل بعد الانتخابات إن شاء الله. وتطور هتلاقي أعداد جديدة وجميلة. لكانت فتحت قلب النادي. بالضبط كده. المنطقة برضو المدرج المدرج. أعتقد مدرج الكرة الجديد. وغرف الملابس لعيبة الكرة. نقلة تانية. حاجة. أنت بقيت دلوقتي تحسن أن أنت النادي الأهلي. فيه مصف في النادي الأهلي. ده النادي الأهلي. طيب. أنا بس عايز أقول له حاجة ما عليش آخر حاجة. واللي هتستكمل إن شاء الله في المجلس الجاي. لها بوابات وأسوار النادي الأهلي. دي بقى الشخصية الأهلوية. بس. أنت دلوقتي لما تيجي تبص على المطعم الفلاني أو الشركة الفلانية. وانت ماشي بره. شخصية المعمارية. بالضبط كده. انت النهار ده النادي الأهلي. في دورة 2017. بقى عندك شكل معماري. يعني لو حضرك ماشي. شفت عضو في الجزيرة. ومشيت حاولية النادي في الجزيرة. وانت ماشي في مدينة ناصر. ومتعرفش إن ده النادي الأهلي. هتقول ده النادي الأهلي. لو في الشيخ زايد هتقول ده النادي الأهلي. طيب. والوقت بيدهمنا في آخر دقيقة. سيد إبراهيم الكفراوي. عضو مجلس الإدارة. الذي أدى دورة رائعة جدا. بشهادة وتقدير كابتن محمود الخطيب. بمجرد ما كابتن خطيب. احتاجوا بر المجلس. في الانتخابات اللي جاية. كان عند مستوى الثقة فيه. عند التأدير. عند الحرص على مصلحة النادي الأهلي. كلمتك الأخيرة للجماعية العمومية. في أقل من دقيقة. أنا دايما عندي حسن ظن في الجماعية العمومية للنادي الأهلي. وشايف أن الجماعية العمومية للنادي الأهلي. وعيها أكبر من أن حد يوجهها. أو أن حد يأثر عليها. لذلك دايما بقول لهم. وانت رايح تنتخب. ما تحطش أي فكر في دماغك. غير مصلحة النادي الأهلي. شوف إيه هي مصلحة النادي الأهلي. إيس على خبراتك المترقمة. النادي الأهلي. اتطور إزاي. النادي الأهلي المرحلة الجاية. هل محتاج صراعات. إن إحنا يبقى اختياراتنا أيما على عواطف. ولا أيما على حسابات. وعلى تقييم لأداء خلال أربع سنوات فاتوا. وبناء عليه بنختار فريق العمل اللي حييجي. أعتقد أن الجماعية العمومية عندها من الوعي ومن الكياسة. إن هي تختار الأصلح. واللي هي شاء. هتقيم الأداء. وحتقيم برضو البرامج اللي معروضة عليها. وبناء عليه حتختار اللي هي شايفاء أصلح لمصلحة النادي الأهلي في الأربع سنين القادمة. عايز أقول للناس برضو إن إحنا قصة إن الانتخابات دي انتخابات محسومة. وإن ما فيش صراع. أنت ما بتنزلش عشان كده. أنت بتنزل عشان تقول رأيك في تشكيل مستقبل النادي الأهلي. عشان كده حضراتك مطالب إن حضراتك ما تتعبشي. يعني ما تقولش أنا تعبان أصل مشوار أصل الانتخابات. لا ده النادي الأهلي. ده بيتنا. هننزل وحنختار مجلس إدارته اللي حييمسلنا لأربع سنين الجاية. وحنوقف في ظهره تاني يوم الانتخابات إن شاء الله. ربنا وفقنا ويبقى الاختيار للأصلح بإذن الله. إن شاء الله أستاذ إبراهيم كنا سعداء جدا بك. أشكرك أستاذ إبراهيم وأتمنى أن أكون كنت ضيف خفيفة على أستاذة المشاهدين. مؤكد أن أنت كنت ضيف عزيز. ومؤكد أن كل أستاذة المشاهدين استمتعوا بهذا النموذج الأهلاوي الرائع لضرب المثل بواقعية وحقيقة. شكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم الكفراوي. كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعة. وتصبعه على خير.